ما يخل معلومات عن عمليات البحث والإنقاذ مساء الخير الجهود متواصلة والشعب المغربي والدولة وحكومة في حالة هبة إنسانية لتقديم المساعدات وذلك عبر إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الضحايا ووضع حد للتفاقم المعاناة الإنسانية ثم محاولة إغاثة الجرحى والمعطوبين وأيضا بتقديم المساعدات من ماء ومأكل وخيم وغير ذلك إلى باقي الأسار في هذا المصاب الجلل الذي نسأل الله يرحم شهداء وكذلك نعدهم أمام هذه الكارتة التي تعرضوا لها إذن هناك حالة استنفار عامة من توجهة سامية لجلالة الملك إلى القوة المسلحة الملكية المعروفة طبعا بخبرتها أكثر من عناصر الوقاية المدنية وبقي العناصر أخلاء أيضا توجهت إلى الضرك إلى الأمن الوطني إلى رجال السلطة إلى الوقاية المدنية الهلال الأحمر الوزارات على مختلف اختصاصاتها إذن هناك حالة هبة جماعية عنوانها الوحيد والأوحد هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح ومحاولة محاصرة الكارثة ثم في مستوى ثاني إنقاذ الجرحة وإسعافهم ثم في مستوى ثالث تقديم ما يمكن من خدمات من أكل ومشرب وخيم إلى عموم المواطنين أمام هذه الفاجعة التي تقدر الأرقام المتوفرة لحد الآن أنها سترتفع للأسف الشديد بالنظر إلى كون عدد الأرقام المعلن عليها رسميا الآن هي أزيد من ألف حالة لكن معطيات من مراسلين مثلا في العمق ومن مصادر متعددات تتحدث عن ألف أربعمائة والرقم قابل للارتفاع مع الأسف الشديد ومما يؤشر على ذلك أن عدد الجرحة حاليا يقتربون من ألف ومائتي حالة ووسط الألف ومائتي حالة هناك سبعمائة حالة في وضعية خطرة وهذا يعني أن للأسف الشديد الارتفاع في عدد القتلى مرشح أن يرتفع في الساعات القليلة القادمة بالإضافة إلى أن الجهود المختلفة التي تبدلها المملكة المغربية اليوم في الحقيقة تحتاج إلى شيء من الدعم وشيء من المساعدة لأننا نتحدث عن زلزال ضربة في بؤرته الأساسية قرابة نصف مليون نسمة وهناك إشكالة حقيقية الآن متعلقة بالطروق الغير معبدة وبالطروق التي تضررت بفعل هذا الزلزال حيث أن بعض الدواوير وأقدم مثلا أرقام تتعلق بإقليم تارودانت وهناك عشرات الدواوير التي دكت عن بكرة أبيها وعملية الإنقاذ والتفتيش والانتشال هي الآن في بدايتها وهذا يقدم رقما مفزعا إذا أضفنا إليه الضحايا في منطقة الحوز جنوب مراكش في الأطلس وأيضا في مناطق مثل أمزميز والمناطق كلها ورزازات وغيرها من المناطق المحيطة ببؤرة الزلزال والتي على الأخص في قطر خمسين كيلومتر إلى الاتجاهات الأربعة نأمل أن تصل بعض المساعدات التي أعلنتها بعض الدول الآن مثل دولة الإمارات الحديث عن جسر جوي دولة قطر الحديث عن تقديم مساعدات وغيرها من الدول التي أعلنت أنها شرعت في تقديم المساعدات سواء الإنسانية والغدائية والأغطية والخيام إلى غير ذلك أو تعلق الأمر بالمساعدات الطبية والقدرة على التدخل طبعا بدأت وصول العديد من الحوامات من طائرة هيلوكوبتر إلى العديد من هذه المناطق وهي للجيش المغربي والدرك وتقل أطقما طبية للتدخل والانتشال وأيضا تقدم المساعدات للمواطنين طبعا عندنا بعض الصور أيضا المشرقة التي تعبر عن تضامن المغاربة وأخدم كمؤشر أول مراكز تحاقن الدم التي كانت تعرف عدد من العزوف في الأيام العادية هي الآن مثلا مراكز تحاقن الدم في أغادير اضطر إلى أن يغلق الأبواب لأنه حقق فوق ما يمكن أن يتلقى من التبرع بالدم وقد صادف أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم كان يعسكر على مستوى مدينة أغادير وتوجه كل أطقم الفريق إلى التبرع بالدم في مبادرة إنسانية وكما تعلمون أنه تم طبعا تأجيل المباراة التي كانت مرتقبة أو مفروض أن تجرى اليوم بين المغرب وليبريا إلى موعد لاحق بالطلب من الجامعة الملكية هناك أيضا خطوة أقدمت عليها شركة اتصالات المختلفة يعني عندنا المتعهد الاتصالات حيث بدأوا قبل ربع ساعة من الآن بإرسال تعبيئات وعملية شحن مجانية إلى المئات بل الألف من الهواتف المتواجدة على هذه المستوى المنطقة بشكل مجاني بما يمكن المواطنين من الاتصال والاستنجاد وطلب الاستغاثة وتقديم المعطيات طبعا بشكل مجاني بغض النظر عن اشتراكهم من عدمه هناك أيضا المصحات الخاصة التي لم تقف متفرجة وفتحت أيضا أبوابها في مختلف المدن خاصة عن مصول مدينة مراكش وأقادير وترودانت لتقدم الإسعافات الضرورية إلى المصابين فبهذه الصورة يمكن أنني رسمت صورة تقريبية لهذه الفاجعة التي يعانيها المغرب اليوم والتي هي غير مسبوقة حسب مختلف المراكز الجيوفيزيائية وأنه المغرب لم يعرف هذا الزلزال منذ تقريبا أكثر من مئة سنة رغم أنه عرف زلزال في فاس وتطوان في مرحلة معينة ثم أجادير ثم الحسيمة ندقق معا في هذه الصورة قليلا سيد محمد إذن هناك بعض المناطق التي لم تصل إليها فرق البحث والإنقاذ حتى الآن بسبب ما تعرضت له الطرق أو بسبب بعدها هل هذا صحيح؟ تماما طبعا هناك بعض المناطق التي تأدت الطرق والمسالك المؤدية إليها وهي التي استهدفت بشكل رئيس بالمروحيات والطائرات التابعة للدرك والتي يزداد عددها شيئا فشيء هناك معطيين أيضا للفهم وهو أن معظم هذه المنازل في هذه المنطقة هي منازل مبنية من الأطربة ومن الطين وبالتالي لا تتمتع بذلك السمك وتلك السلابة التي يمكن أن تجعلها في مستوى مقاومة متقدم ما بالك أنها لو كانت ربما صممت وروعية في تصميمها وهندستها مخاطر زلزال وغيره ثم في المناطق الجبلية في الأطلس العديد من المنازل هي بشكل مائل أو على حافة الجبل أو في بعض الفجاج مما للأسف شديد سهل عملية ردمها وعملية طمر المواطنين تحت هذه الجبل وفي هذه الصفوح إذن بالفعل هناك إشكالات متعلقة بالطرق ربما الغير معبدة وأيضا طرق التي تأدت بفعل الزلزال وقد تحركت الآن وزارة النقل والتجهيز من أجل أن تحاول فك ما يمكن فكه من هذه العزلة والمواطنين مشكورين منخرطين عن بخرة أبيهم في عملية النشل وتقريب العديد من الضحايا من سيارات الإسعاف البيانات الرسمية التي صدرت تحدثت عن عدد الضحايا وعدد المصابين حتى الآن لم تتحدث عن عدد المباني التي انهارت هل هذا العدد الكبير حتى الآن من الضحايا نتيجة انهيار مباني أم نتيجة تدافع أو لأسباب أخرى تعرض لها أثناء هذا الزلزال دعني أقول لك سيدي أن الخسائر المادية هي فادحة أيضا وسواء تعلق الأمر بالمنازل أو تعلق الأمر بالطرقات أو تعلق الأمر بالمنشآت العمومية أو تعلق الأمر بالحيوانات حيث نفق وفقد نتحدث بالمئات وبالألاف لكن نحتاج إلى أرقام رسمية تتجاوز ما يمكن أن ترصده العين حتى تكون الأمور أكثر دقة إذن هناك خسائر مادية فادحة لكن لا على مستوى الإحصاء ولا على مستوى تقدير هول هذه الكارثة وكلفتها المادية الباهضة الأمر بالنسبة إلينا يعني مؤجل الآن لا نقاش إلا عن الأرواح وعن إنقاذ ما يمكن إنقاذه وعن كيف يمكن الوصول إلى الأماكن الوعرة والصعبة وكيف يمكن التسريع من ناحية الوقت والتكتيف من ناحية العدد من طرف فروق الإنقاذ لتقليص المساحة نعلم أنه الوصول إلى ضحية بدقيقة قد ينقذ حياة بنصف ساعة يعني سريعة بساعة سريعة فالمعول عليه أنه مع الأسف عملية الإنقاذ ستستمر اليوم كاملا وقد يتبعها اليوم الثاني أو اليوم الذي بعده فنسأل الله السلامة والصمود للضحايا تحت الإنقاذ إلى أن يتم الوصول إليه